في خمسة وعشرين يناير باختصار جديد واحد طول مدة الحكم الدرس اللي احنا لازم ناخده فكرة ان يكون مدة رئيس الدولة محددة بالدستور وانا بعتقد يعني تحت دعوة تعديل الدستور اه من انا هاخد من ده لما نجي نتكلم عليها حضرت حتى قبل الديدستور هتكلم مع حضرك اذا رغبت هذه المادة اعتقد انه من الانصاف لرئيس الجمهورية الحالي انها لا تتغير يعني شايف انه اذا عايزين نستفيد من اخطاء الماضي فطول مدة الحكم كانت من اسباب سقوط نظام الرئيس الاسبك مبارك وبالتالي لا بعض الذين ينصحون الرئيس السيسي او ينصحون المحيطين به اه مدوا في طول مدة الحكم وغيروا الدستور وعدلوا هذه المواد شايف ان ده خطأ باليقين نصيحة غير حكيمة وحتضع يعني مصمار مصمار عدم الثقة بين الشعب ورئيسه ثم هو لا يحتاج لها الان يعني يعني حتى انا بقول حتى اولا ثمان سنين فرصة قوية كبيرة جدا لأي رئيس دولة انه يعمل لكن حتى جدلا جدلا اذا الشعب كان يريد استمرار هذا الرئيس يستطيع في السنة التامنة له انه مش السنة التانية يعني ارى ارى في هذا الاختراح بالمادة دي نوعا من التصرع يجوز نوعا من النفاق غير المطلوب لرئيس الدولة ورئيس الدولة اكبر واكثر وشعبيته اكبر من ان هو يحتاج الى هذا يبقى واحد طول مدة الحكم السبب التاني لسقوط نظام الرئيس الاسبق طول مدة الحكم تؤدي الى ايه ان انت يعني انت مرتاح للشباب الجميل اللي حولنا دول وتخليهم معك فهموك وعرفوك الى اخر فطول مدة رئيس الدولة بيؤدي الى طول مدة القيادات الرئيسية المحيطة بيه فبتبقى اذكر يعني حتلاقي الرئيس مجلس كذا ورئيس مجلس كذا ورئيس كذا اه يعني مش رئيس فقط هو الذي يجلس لا يجلس ايضا معه كل رجاله طب كما يشيخوا الافراد تشيخوا النظم السياسية يعني حضرتك كذا اللي بتبقى في سني بقى وتشعر بالوهن بالضعف بتشيخ تسنة الحياة انك لا تستطيع ان تهزم الطبيعة فأيضا اداء اذا كان المسكين مفاصل الدولة ايديهم بدأت تتهز اذا اذا اداء الدولة طول المدة بيؤدي نتيجة اخرى انه منع اجيال تالية لان تاخذ مرسطها ومنعها انها تأخذ مواقع القيادة سبب الرابع عدم نفي موضوع التوريث بشكل حاسم يعني يعني الموضوع ده المكان بيثار مثلا سنة الفين واربعة و الفين وخمسة كنت تجد ساعات تصريح من الرئيس مبارك بنفي هذا الموضوع وانا استمعت اليه في مكالمة تليفونية اه ان لم تخلني زكرة في عام الفين وثلاثة يقول لي يا دكتور علي مصر مش سوريا اللي حصل في سوريا ما يحصلش في مصر اللي هو توريث الحكم اللي بشر الاسد يعني نعم لكن على الفين وتسعة او الفين وعشرة النغمة دي لم تعد موجودة لم يعد الرئيس ينفي هذا الامر بالحسب الذي كان ينفيه من قبل اه انا في مرة من المرات في حديث له مع القوات المسلحة برضا كده الفين وخمسة الفين وستة حاجة زي كان وحد فتح المؤمنة قال الله قال له انا حسن مبارك انا ظابط انا ابن المؤسسة دي هذا الموضوع لا يأتي الى ذهني هذا هو موضوع التوريث توريث قالت يا وائل كان عمل حديث مع صحفي امريكي شهير اذا لم تخني الزاكر اسمه شارلي روز فالراجل بقول له سات الرئيس يعني مصر مملوء بال بالأحاديث والشائعات حول اتساع سلطة نجلك وان هو بيعدي نفسه كذا ما هي نوايا ابنك كان رد الرئيس بالنص انني لم اتحدث معه في هذا الامر او لم تتحليل فرصة ان اتحدث معه في هذا الامر الراجل سيكت ولف 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 واخر سيد الرئيس من تعتقد انه سيكون رئيس مصر القادم الاجابة الله اعلم انا لا اعرف هذا التصريح اعتقد انه ترك اثار سلبية لدى كثير من المصرية انه يفتح الابواب لم يعد ينفي والحجج اللي اتقالت يعني لم لم اجد الوقت ان انا اتكلم معاه في هذا الامر او الله اعلم او كده يعني يعني احاديث مش حاسمة مش جازمة يعني فيها معنى عدم الرغبة في الاجابة اكثر مما هي انك بتقول انا عايز بس دلوقتي افكرك بحاجة كان فيه رجل صحفي عظيم علي رحمة الله سوى مجل مهنة الله يرحمه ضمير من ضمائر هزين مهنة فانا ما زلت اسكر انت حالك بتكلمني لقيت عقلي استدعى كتب مرة عمود غريب جدا قال هو كان اعتقاده وكان صديق عزيز يعني صديق عزيز جدا قال كل المؤشرات تشير الى نجاح فكرة التوريس ولا يبدو ان هناك اي عقبات تمنح ولكنني اشعر انها لن تتم وكان بقى علي رحمة الله وكانه قرأ الغيب فانا قلت قلت طول مدة طول مدة الحكم اتنين موضوع التوريس ترجمة نانسي قنقر